أعزائي المتداولون أهلا بكم في موقع ديلي فوركس نستمر في تحليلاتنا لمنتصف الأسبوع وإليكم التقرير التالي استمرت أسواق الأسهم الأسيوية في الانخفاض في حين أن أسواق الولايات المتحدة تعافت مع ظهور الدولار الأمريكي قوي والدولار النيوزيلندي ضعيف يندمج زوج اليورو أمام الدولار الأمريكي في التقلبات ما بين مستوى الواحد فاصل تسعمائة وثلاسة وتسعين ومستوى الواحد فاصل ألف وتسعة وثلاثين يندمج زوج الدولار الأمريكي أمام ليني الياباني دون مستوى المائة وتسع نقاط فاصل سلاسة وعشرين وجد زوج جونيه بريطاني أمام الدولار الأمريكي دعما أدنى مستوى الواحد فاصل سلاسة آلاف وارتد من خط الاتجاه الصعودي طويل الأجل كنتم مع ديلي فوركس تابعونا غدا للمزيد من التقارير حول أسواق العملات والأسهم